الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين اللي حل اللغز دوت في إنجيل يحنى اللي الكنيسة تقول إنجيل يحنى صفة اللهوتي لأنه يتكلم عن لهوت رب المجد يسوع فيوضح ويقول في كل مرة شيء عشان كده الكنيسة تحب قوي فصول الخماسين تكون من إنجيل معلمنا يحن أنا هو خبز الحياة أنا هو النور الحد اللي جاي أنا هو الطريق لكننا اليومين دول إحنا ما بين أنا النور وأنا الطريق عشان كده فصل إنجيل النهاردة رب المجد يسوع يكلمنا عن نفسه بصفة إنه هو نور لهذا العالم هو اللي جيه ينور هو اللي رسم لنا الطريق وهو اللي نور الطريق لكن الحقيقة هو نوره بإيه؟ نوره بكلمته اللي ادهلنا علشان كده يوضح النهاردة نقطة مهمة يقول أنا أديت لك الكلمة دي تنور لك الطريق طب يا رب إنت جاي علشان إيه؟ هو ده إنجيل يحنى إصحاح 12 الجزء اللي إحنا قراناه النهاردة يبدأ بكلمة فصاحة يسوع وقال أصلي دي الوعظة في الختام خالص فرب المجد يسوع يبص لكل واحد لغاية دلوقتي إيمانه بيه مهزوز يبص لكل واحد لغاية دلوقتي عينيه مش قادرة تشوف مع إنه هو النور اللي جيه ينور لنا يصيح ويصرخ ليه؟ لأنه عايز الجميع يخلصون بإيه يا رب؟ بإنك جيته دين العالم لا أنا مش جاي ديان أما الجاي إيه؟ جاي لأخلص العالم أنا صفتي جاي لخلاص كل واحد في الدنيا دي عشان كده يقف النهاردة ويقول صاح يسوع صاح تقول إيه يا رب؟ صاح وقال من يؤمن بيه فليس يؤمن بي بل آمن بالذي أرسلني يعني أنت عايز تقول لنا إيه يا رب؟ عايز يحطنا قدام حقيقة الأيام اللي فضلة في الخماسين مهمة أنت شايف ربنا إيه؟ هل ربنا وكلمته النور اللي بيفتح ليك الطريق؟ هو النور ده الحد الرابع وهو الطريق ده الحد الخامس وإحنا ما بينهم دلوقتي يقول لكل واحد فينا شايفني ليك إيه؟ شايف أنا الطريق؟ حتى لو كان الطريق قرب أنت ماشي في الطريق؟ شايفني النور اللي بينور لك الطريق حتى وإن كان النور ده بكلمتي ووصيتي بالنسبة لك صعبة ما هي الوصية صعبة؟ لكن لو في حب لو في محبة لربنا هنلاقي وصيته سهلة زي ما قام بانطنيوس قال للتلاميذ لكن النقطة للأسف إحنا مش قادرين نعرف إن هو جه ينور لينا طريق بكلمته طريق ربنا بينور لينا بكلمته هل إحنا واخدين الكلمة دية نور لطريقنا؟ هل إحنا واخدين كلمة ربنا دية؟ هي المصباح اللي بينور لي الطريق؟ ولا كلمة ربنا عبء علي؟ عشان كده الكنيسة بإرشاد الروح القدس تحطلنا فصل هذا الإنجيل أو فصول الأناجيل في خلال هذا الأسبوع عشان تحطنا قدام حقايق مهمة بص الكلمته كأنها نور كلمة ربنا للي ما وصلت له هيجي في النهاية في الدينونة يحاسب كل واحد على حسب الوصية اللي ما يعرفهاش صدقوني أرحم من حلنا إحنا اللي نعرف الوصية كل واحد فينا الوصية قدامه والمفروض يكون عارفها بقدر ما هي النور اللي بتنور بقدر ما هي اللي هتكون قدامنا في اليوم الأخير سنحاسب بيا كنت معاك طوال الطريق تمشي بيا بتنور ليك الطريق يا طرى انت عملت بوصيتي ايه قديس أغسطينوس ليه كلمة في الجزء ده كلمة مهمة قوي يقول خلوا بالكم بقدر ما هو الآن زمان توبة وزمن رحمة بقدر ما هتكون الوصية في النهاية هي للدينونة هي موجودة دلوقتي معاك عشان تبص الكلمته وتقول يا رب أشكرك رسم لي طريق من خلال كلمتك اللي بتنور لكن الخوف لمن لا يؤمن والخوف اللي ما بتشتغلش فيه كلمة ربنا هو ده اللي يسوع يبص ويبدأ ليه انجيل النهاردة فصاح يسوع وقال أكن ربنا بيقول هتفضل مغمض عينك لغاية امت عن كلمتي هتفضل لغاية امت قافل عينيك بغشاوة عن الطريق اللي أنا رسمه ليك أدخل قدام كلمته وقدام وصيته اللي بتقول لي حب عدوك أقول له ازاي يقولك هتفضل مغمض لغاية امت لما تيجي وصيته تقولك الميل التاني تقوله ازاي الكلام صعب يقولك هي دي اللي بتنور وهي دي اللي بترسم الطريق وهي اللي في الآخر الكلمة التي ستدينك ربنا يدينا ان احنا ننظر اليه ونقوله يا رب اشكرك انك رسمتلي الطريق انت هو الطريق واشكرك يا رب انك نورته لي لان انت نور العالم اطلب منك يا رب انك تشيل الغشاوة عن عيني واطلب منك يا رب انك تمشيني معاك في الطريق لاني عارف نفسي كل ما ابدأ بحيد وببعد ربنا يدينا ان احنا نسلك في الطريق ربنا يدينا ان تتشال عن عينينا كل غشاوة لكي ما نراه جليا هو نور وكلمته اللي بتنور له كل مجد وكرامة في كنسته من الآن وإلى الأبد أمين يا رب أنت